السيادة والسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد حلقة الليلة نقسيمها لمحورين في الأول سؤال حول حال السياحة اليوم وفي الثاني نسأل أين وصلنا في التعديلات الدستورية في الأول في ظل الخطط الحكومية أمام القطاع السياحي لدعمه هل من أثر ملموس على الأرض؟ هل دعمنا القطاع؟ الأضرار التي تحيط بالقطاع اليوم ونتائج متوقعة ضمن الخطوط القادمة؟ هذه التساؤلات نقشها مع ضيفي نايف الفايز وزير السياحة معليكم مساء الخير أهلا بك في نبض البلد بدي أبدأ سؤالي الأول معلش أنا قبل ما أجيك الخطط والاستراتيجيات اليوم أمر الدفاع 35 يشكو القطاع السياحي تحديدا من أن أمر الدفاع 35 أضر به وجهة نظر بداية أن الله يمسيك بالخير ومساء الخير لكافة المشاهدين الكرام وإحنا مع نهاية السنة والماضية وبداية هذا العام نتطلع إلى تطوير حقيقي لقطاع السياحة من حيث الدخل ومن حيث أعداد الزوار اللي شهدنا في الفترة السابقة تراجع كبير جدا وعنينا منه ليس فقط قطاع السياحة ولكن قطاعات عديدة عانت من هذا القطاع أو من هذا التراجع الكبير أمر الدفاع هو أنت ما بين نارين بين نار أنك تقول والله أنا ما بدي أعمل إجراءات وخلي الأمور على ما هي ولا تعلم لأين ستتجه وتذهب والإجراء الثاني أنك تأخذ بعض الإجراءات قد تكون قاسية في الوقت الحالي ولكن تكون بادرة خير لما بعد الوقت الحالي وأنا بكل صراحة أفضل أن تكون الأمور الآن أشد مما تكون عليه بعد ثلاثة شهر أوضح لك نحن مع نهاية العام كانت الأمور ليس في الأردن في العالم كله تتجه بارتفاع متسارع من حيث أعداد الإصابات في العالم الأمكرون دخل على أفريقيا والناس تطلعت عليك أنه شيء بعيد عنها ولكن فجأة انتشر في أوروبا انتشر في أميركا واليوم أصبح هو المتحور والفيروس الأكثر انتشار في هذه المنطقة شو عمل بعض الدول أخذت إجراءات قاسية وبعض الدول لم تتخذ إجراءات وبعض الدول قال نتعايش معها أنا شخصيا واجبي بالقطاعي أن أتابع ما يحدث في العالم حتى نستطيع أن نتصور ما هو القادم لنا وبنفس الوقت أن نضع خططنا ونبني خططنا ونحاول أن نقوم ببعض التعديلات على بعض البرامج إذا اضطررنا وأن نكون مستعدين فأنا اليوم أقول لك نحن مستعدين نعم إجراءات قد تكون قاسية ولكن كمان شو البديل؟ البديل الكثير من الناس يقول لك يا أخي ما بزبط خلي الأمور على ما هي أنا يعني الحمد لله أظن أنه خلال الفترة السابقة صار في الخفاض في حالات الإصابات عننا في الأردن وصار هناك سيطرة على الإدخالات في المستشفيات وذلك بسبب تراجع الإصابات أخي محمد اليوم أنت هذا التراجع كان بادرت خير بالنسبة لنا ولكن نحن لسه الأمكرون كمان بنفس الوقت بدايته هل سنكون إحنا بمعزلة عن العالم بأنه لمكرون مشرحية للأردن؟ هذا السؤال اللي بنطرحه على الجميع كيف ننتعامل معه؟ هل نذهب بإغلاقات؟ إحنا أخذت الحكومة قرار بأنها ستكون بعيدة كل بعد عن الإغلاقات ما هي البدائل؟ فبدك تعمل توافق ما بينك و بين الجهات اللي تراقب موضوع الحالة الصحية وأنا شخصيا من 7-8 شهر تسعة شهر أراقب النشرة التي تصدر يوميا خوفا على قطاعي خوفا على العودة إلى ما كنا عليه في الصابق خوفا على إغلاقات وعدم قدوم الزوار الأردن وإحنا أخي محمد مرة ثانية أتذكر وهي بالأرقام المثبتة أنا أول السنة أتذكر إحنا كنا نتوقع بأنه بشهر أثنيا الأمور ستكون في انفتاح وتزايد في عدد زوار وكنا حتى عندك أظن بالبرنامج قلنا بنطلق برنامج أردن جنة بشهر ثلاثة بسبب الأحوال كلها أخرنا ثلاثة شهر طب هذه ثلاثة شهر لو كان هناك إجراءات تخفيفية لا أتكلم إجراءات تخفيفية ووقائية قدر الإمكان للتخفيف من حدة هذه الجائحة علينا اقتصاديا أنا بقول لا أتجب هذه الإجراءات طبنا نتعلم من الدروس اللي مرينا فيها أخي محمد اليوم صدقا الوضع اللي مشيناه ومشينا فيه في الفترة السابقة هو أنقذ المراحل التي تلتها وأنا بالنسبة إلى قطاعنا لا أنقذتنا واللي بقطاعنا يعلم ذلك يعلم ذلك لأنه كيف أنقذت القطاع؟ أنقذتنا يا سيدني من شهر ثلاثة نحن كنا وضعنا صعب شهر أربعة كان للسيطة الصعب خمسة بدأنا بالانفتاح التدريجي بشهر ستة فتحنا مزبوطة للا انعكسة الأرقام مباشرة مع الانفتاح ولكن كمان ليس داخليا وخارجيا اليوم عندما تحكي أنه بالأردن أصبحت دولة حمراء في بعض الدول هذا مؤشر خطير بالنسبة لي أنا اليوم في بعض الدول هذه المجهات السياحية قطاعات المختلفة تدهم الحكومة بأنها هي السبب أن الأردن حمراء الشفافية المفردة مشكلة إذا كان في شفافية مشكلة يا خيب حمد هناك مصدقية مصدقية عالمية عندما نتكلم اليوم وعندما نذهب إلى العالم ونخاطبهم من الخارج ونقولهم إحنا الأمور عنا واحد اثنين ثلاثين لعد هذه مصدقية أنا لا أنظر لشهر وشهرين يا أما منطلع على الاستراتيجية وعلى تصور طويل الأمد أو منطلع على المدى القصير المدى القصير لا يصلنا إلى أي مرحلة المدى القصير قد يكون هناك منفعة في فترة معينة ماليا وقتصاديا وتشغليا ولكن قد تؤدي إلى مصيبة أكبر أنا بقول لا نكون ماشيين على خطة ثابتة و أنا حكيت أكثر مرة نحن نسعى إلى الوصول إلى الخروج من الأزمة بطريقة مدروسة وبتتابع ومتسارع ليس فجأة ما بدنا بيوم الليل نقول والله انتهت الأمور عنها لن تنتهي اليوم الحكي كله على موضوع الطعام يا أخي العالم كله أنا أتوقع و أنا ليس بخبير أو بأول خبير ولكن ما يحدث في العالم الناس كل الدولة بالخارج متجهة بأن يكون التطعيم إلزامي شكله بأن هذا التطعيم هو الخروج من الجائحة هم تدروس الموضوع في الحكومة؟ لا أنا بتكلم قلت لك مرة ثانية أنا بتقول لك نايف أنا لأنني بتطلع على الأخبار يعني الولايات المتحدة من كم يوم بتقول لك إنه مش خيار إنه موضوع هذا التطعيم لازم يكون لأنه حتى نخرج من الأزمة اللحن فيها أوروبا كثير من الدول بتتكلم بنفس اللغة في بعض الدول أخذت هذا القرار في أوروبا فهذا إيش؟ تراقب ما يحدث في العالم التوجه أنه التطعيم إحنا منقول أن التطعيم موجود عندنا في بعض الدول تشكي بأنه ما في عندها مش متوفر لديها أنه المواطنين الطعام إحنا متوفر يا أخي أنا بحكي هذا الحكي حرصاً على قطاع السياحة وأي قرار يؤخذ من الحكومة أنا جزء من هذه الحكومة نأخذ القرار قد لا يكون هو القرار الأنسب لي كوزير سياحة أنا بحب تكون أمور مفاتحة في كل شفافية ولكن إذا كانت فاتحة وبكرة بعد فترة طريت أن أغلق لا بفضل أن أكون ماشي وأذكر مرة ثانية بأنه شهر واحد وشهر اثنين حتى بداية شهر ثلاثة بعادة هو ما يسمى بالموسم الأقل قدوماً للزوار عندنا في الأردن فإذا تعاملنا خلال الشهرين هذولاً في إدراك ووعي تام نستطيع الخروج ونبدأ بشهر ثلاثة إحنا شهر ثلاثة مهم بالنسبة لنا أخي محمد ثلاثة أربعة خمسة العام الماضي راحوا علينا العام الماضي راحوا علينا من حيث الدخل وهذا سبب ما وصلنا لأكثر من الرقم اللي وصلنا احنا وصلنا لرقم حوالي حتى شهر 11 واحد فاصل سبعة مليار وأنا أتوقع أنه مع نهاية هذه السنة سنصل إلى واحد فاصل ما يقارب تسعة احنا كان المتوقع كل السنة هاية من حيث السنة الماضي قصد عفوك سنة الماضية واحد وعشرين واحد وعشرين وصل واحد فاصل تسعة أتوقع الأرقام تصدر من البنك المركزي البنك المركزي أخر رقم أعلن عنه كان 1.7 حتى نهاية شهر 11 أنا من الأرقام أعداد الزوار وبالأمس تم إعلان عن عدد الزوار القادم من الأردن في شهر 11 فصعد الرقم ليصل من 2.1 مليون زائر إلى 2.3 مليون زائر فهو قريب من شهر تسعة وأعلى مما كنا نتوقعه نحن بسبب الجائحة فالرقم نعم ليس بالرقم الذي يقارن بالعام 2019 ولكنه رقم بالظروف التي نمر بها رقم ليس بالسيء والدليل عليه كمان أيضا عدد الذين يذهبون إلى البترة عدد زوار البترة كان مؤشر بالنسبة لنا بالسابق بالعام الماضي مثل هذا الوقت كان ليس مثل هذا الوقت لأنه نحن العام الماضي 21 نعم مثل هذا الوقت تقريبا ما في حنا زوار البترة لا واحد ولا اثنين ولا ثلاث يعني اليوم نستكلم أنه يدخل البترة أكثر من ألف زائر هذا الرقم جيد بالظروف اللي منمر فيها هل هو الرقم اللي إحنا نسعاله لا بدنا أكثر بس بالظروف اللي نمشي بها أتواقع أن الأمور جيدة بدي أدخل شوي على أرقام أخي محمد اليوم أنت حكيت لك أنا قبل شوي لأن الأرقام صدرت من حيث الأعداد الزوار نحن كنا نتوقع بأنه شهر 12 من هذا العام أن نصل إلى 141 زائر 141 ألف طبعا 141 ألف زائر في شهر 12 وصل أعداد الزوار في شهر 12 إلى حوالي 250 ألف زائر هذا الرقم لا يستهن به بالنسبة لأرقام اللي كنا نتوقعها بالظروف الحالية هل هو مقارنة بـ 2019 هو الرقم فيه فرق حوالي 30-35% نعم بس كمان بشهر واحد العام الماضي كان حوالي 80% أقل أعم هو كانت الدنيا بقية بشهر واحد واثنين وثلاثة وأربعة بشهر خمسة بدأنا ندهب إلى 70% أقل بشهر ستة لا اختلفت الأمور اختلفت المعادل نزلنا إلى 40% بشهر سبعة تحسنت الأمور صارت تتكلم على شيء ببداية الأربعين وكانت جيدة بآخر بشهر 9 على 10 على 11 هبطت لي حوالي 25-28% الفروقات عما كان في عام 2019 هذه مؤشرات إيجابية إحنا مرة ثانية إذا كانت سيحتنا تعتمد على فقط الشهرين القادمات والشهر الماضي شهر 12 و 1 و 2 و 3 وانتهينا يريت كان بقول لك خلي الأمور فاتحة بس إحنا بنتطلع ما بعد شهر 3 ما بعد شهر 3 والذين يعملون بالقطع السيحة يدركونه تماما ما أقوله لأنه يعلموا بأن شهر 3 هو الموسم الذي فقدناه في العام الماضي ولا يجوز أن نفقده في هذا السنة إن شاء الله لن نفقده ثلاثة و 4 و 5 للسياحة الأجنبية يليها السياحة العربية وسياحة من دول الخليجي بالتحديد و عودة المختربين الأردنيين من شهر 6 7-8 حتى منتصف شهر 9 يعود مرة ثانية السياحة الأجنبية من منتصف شهر 9 حتى بداية شهر 12 و فترة الأعياد هذا ما نسعى لتحقيقه و وضعنا استراتيجية و خطط للوصول إلى هذه الأرقام و شايف أنه أرقام تمشي هيك أهدافنا هاي السنة قديش يقولي سن ماضي ممكن نسكر تقريبا مليونين ما سمعت مرة أهدافنا السنة أهدافنا السنة أهدافنا تبعت الـ 2022 2.9 مليار دينار حسب الاستراتيجية الوطنية التي تم إقرارها وتقديمها إلى مجلس الوزراء وضعنا كمؤشرات قياس حتى نستطيع الوصول إلىها نسعى بأن تكون مع حلول العام الـ 25 العودة أو أكثر من أعداد الزوار من حيث الدخل نحقق ذلك الدخل في العام الـ 24 من حيث العاملين في القطاع نتجاوز الذين كانوا في القطاع في العام 23 أما عام هذا المستهدف هذه الأرقام هذه الأستراتيجية هذه الأستراتيجية و هذه مؤشرات القياسة التي سنبني عليها مدى عملية تحقيق الأهداف التي رصدناها في وضعناك زمالاء نستعرض هذه الأرقام إن تكرمتم طيب وهذا الكلام مؤشر عام 21 مناشئين على الصحة خططها على طريق صحيح تجاوزنا تجاوزنا و أريد أن أقول شغلة ثانية عندما نقول نتجاوزنا أخي محمد أول شيء هذا المؤشرات أقول لك المؤشرات لم تضعها وزارة السياحة لوحدها وضعها وزارة السياحة مع القطاع السياحي ولم نضعها لوحدنا كمان كان هناك خبراء دوليين جاءوا ونسقوا معنا طلبنا منهم أن يضعوا ما هو الأهداف أو الأرقام المنطقية والأرقام الطموحة والأرقام الغير طموحة فأعطونا ثلاث سيناريو أو ثلاث مؤشرات فنحن تجاهنا بالأرقام التي نستطيع القياس عليها ونستطيع أن نحققها بنفس الوقت لا نريد أن نعطي أرقام نقول أرقام مهمية نريد أن تكون أرقام قابلة للتحقيق قابلة للقياس و هذه تحتاج إلى مخصصات و لأول مرة يتم تحديد و زيادة مخصصات السياحة في العام 22 فالعام 22 أعلنت الحكومة و اليوم الموازنة بين أيدي مجلس النواب لإقرارها إذا أقرتها سيكون مؤشر إيجابي نستطيع أن نبني عليه العام 23-24 و يليها إن شاء الله عام 25 بعد ما يتم رصدها في ذلك العام و تعتقد أن الدخل السياحي و عداد السياح تبدأ بالعودة قريبا؟ بدأت لا تبدأ بدأت أخي محمد أخذنا العام الأفضل من حيث عداد زوار و من حيث تحديد الدخل السياحي أخذنا 2019 فأصبح هو المقياس الذي نريد أن نصله و متى سنصله من حيث الدخل و من حيث عداد الزوار و من حيث العاملين في القطاع السياحي هذول الثلاث مؤشرات الرئيسية اللي بنيت الاستراتيجية بالمحاور الخمسة حتى نستطيع الوصول إلى هذه الأرقام التي نستهدفها إن شاء الله طيب سياحة العبور سياحة العبور هي كانت نافذة أو فرصة أتيحت لنا في فترة معينة واستثمرناها ولكن لا نستطيع أن نبني استراتيجية على سياحة العبور أخي محمد اليوم سياحة العبور ساهمت في الأرقام؟ طبعا ساهمت في رفع الأرقام لذلك قلت لك أنا وضعنا أرقام مستهدفة ولكن تجوزناها الأرقام المستهدفة كنا نريد أن نصل إلى 1.9 مليون زائر بدخل يقارب 1.5 مليار دينار اليوم أعداد الزوار حتى نهاية هذا العام أو العام الماضي كانت 2.35 مليون زائر أنا أتوقع بأن الدخل سيكون أقرب إلى 1.9 بمعنى هناك ما يقارب حوالي 25 إلى 25% أعلى من ما كان هناك متوقع أحد الأسباب هي سياحة العبور سياحة العبور كانت واحدة من المؤشرات أو من الأمور التي أضافت عليها سياحة العبور حققنا ما يقارب أو تجوزنا 200 ألف زائر خلال سياحة العبور فإذا وضعت 200 ألف فوق المليون وتسعمية زائر ستكون مليونين ومئة ألف زائر إذا هناك فرق 250 ألف زائر غير سياحة العبور فأنا عندي فوق الأهداف أو الرقم اللي حطناه كهدف نريد أن نحققه في العام 21 حوالي 250 ألف زائر في العام الماضي تريد فهم من كلامك نستنى شوي والقطاع عليها أن يصبر قليلنا في الأشهر الماضية يتحمل بعض الضغوط حتى ننجح في سياحة 3 أربعة خمسة لا خلاص إذا بدأنا بشهر ثلاثة مفروض نستمر حتى نهاية العام إن شاء الله وأنت متفائل هذا العام أنا متفائل لعدة الأسباب أول شيء الدول التي نستهدفها هي دول بدأت بمؤشر غير إيجابي لديها بدأت الموجات فيها الموجات بدأت وبدأت تنخفض بطريقة متسارعة فهذا مؤشر أنه إن شاء الله مع نهاية شهر واحد تكون هذه الدول عادت إلى طبيعتها نوعا ما وهذه الدول مهمة بالنسبة لنا كسياحة أجنبية والشغل الثاني الإجراءات اللي أخذناها والشغل الأهم قطاعنا متفق وقطاعنا تفقنا بأن هذه أهداف هي ليس لوزارة السياحة هي للقطاع السياحي جميل والمخصصات كمان أيضا أخي محمد لأول مرة المخصصات المرصودة لدينا من خلال البرامج الموضوع لدينا نستطيع أن ننفذ هذه البرامج جميل جدا أشكرك كل الشكر معليك على تشرفك أنا لدينا أدورك أوضحت أمر الدفاع 35 لماذا؟ كيف سيكون أثره؟ والأهم من القطاع السياحي اليوم ما بعد شهر أذار الحالي أشكرك كل الشكر وشرفت لأدورك